موسيقى اليوم معنا الجولف 4D الجولف 4D قلبة على واحدة من العربيات اللي كانوا فنيت فور سبيد شايفين الانتركولر التحت شايفين السباكة جامدة ازاي واسير قد كده تعالوا نشوف ايه حكاية العربية دي العربية دي مخصوصة قوي يالا بينا موسيقى موسيقى واول حاجة ريبتدي بيه يتمن العربية دي دي جولف 4 موديل الفين ممكن تقوله تمنها الستوك ممكن تتكلمه في 150-180 لكن مصروف ادهها تقريبا نفس القيمة فالعربية قيمتها الحقيقية اكتر من 300 الف محبة حالوة كمان قبل ما نتكلم على العربية دي والحالة الخاصة اللي هي فيها تعالنا نتكلم على الجولف 4 شوية الجولف 4 كانت محاولة كبيرة من مجموعة فولكسباجن انها تغير المكان اللي الجولف يتتباع فيه يعني لغاية جولف 1 جولف 2 جولف 3 كانت عربيات لحد ما اقتصادية يعني اقتصادية غالية شوية لكن برضو تميل الى الاقتصادية في الجولف 4 غيروا التفكير خالص كبروا العربية نفخوها وخلوا يعني كل الابعاد بتاعتها والمواد المستخدمة كمان من جوه اشيك بكتير الجولف 4 ابتدى انتاجها في 1997 ووقف 2010 بس فيه دول كامل فيها كتير قوي من ضمنها مثلا برازيل اوكي المواصفة العربية جولف اوكي الجيل الرابع طولها اقل شوية من 4 و 2 من 10 قاعد العجلات اكتر شوية صغيرة من 2 متر ونص الموتور الف العربية دي 1800 تيربو من جولف 5 دي قصة تانية خالص والتعليق بتاع العربية دي ماكفرسن والانتقاد ان التعليق بتاع العربية دي الخلفي زي ما هو كده كابل توشن بيم ليه انتقاد لانه وقتها كان فيه مثلا الفورد طلع وقتها الجيل الاولاني كان مالتي لينك وارا جولف من وقتها بيعملوا ايه العربيات الجر الامامي يحط لها كابل توشن بار او الويل درايف يخليها ايه مالتي لينك في كل عربياتهم لغاية النهاردة على الفكرة القصة بيه وبس بيه حكاية الجولف ومن جوه زي ما انتو شايفين الجولف شاف التغيير كبير في المواد يعني كبقت كل حاجة صفت حاول يخالوا العربية زي ما بيقولوا ايه وفعلا نجحوا العربية كتت ناجح جدا وحتى المنظر الخارجي ناعم شوية شالوا الخشونة من الجيل الاول والتاني والتالت بقت لفة اكتر برضو وقتها التسعينات وقوائل الفينات كتت كل العربية بالشكل ده لكن بصوا على الانتيرير من جوه تعرفوا قد ايه حصل فيه طفرة كبيرة وخلوا الجولف دي عربية اشك بكتير ازايك يا حازم ايه اللي اخبار الحمد لله العربية مدية على نيت فور سبيد او ايه يا جماعة زي ما شفته هي الانتركونر اللي تحت ده كبير جدا طيب تعالى نشوف المطور وتحكيلنا عند المطور الموقع على نفسها احكيلنا اولا عجبني جدا نظافة المطور مطور نضيف جدا وحطت فلتر كان اند كده رهيب جدا ودي الاول كاتش كان اللي انتو شايفانه هنا احكيلي بقى انت منزل فيها تيربو اصلا اه المطور ده مطور الالف وثمانمائة تيربو اه اي جيو اه التيربو اللي بينزل فيه كي او سري اه وحدة التيربو جماعة ده كود بتاعها الكي او فور دي النسخة الاعلى بتاعت الالفين تيربو الاكبر اه الاكبر اه ودروبين مفروض انت بتشير وتحط مكانها اه اه فيه رشاشات اه الفين ومتين سي 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 اه اه ما بين الار اه اه كلكم تعملوا حركة دي في الجولفة ده كل عشبتها كتير اه والاويل كاتش كان اه دي يا جماعة اه وهنا فيه الماك بوست كنترولر ده بيخلي العربية تفتح بوست وتمسك بوست احسن اوكي ما مايبقاش فيه هادرة او كده بوست مع الجاري اوكي وانت عامل اه مثل فيه ووتر مثانول كت اوكي اه مش ووتر ومثانول لا اهو مثانول سيك بس اوكي اه بس طيب لما انت بتشغل المنظومة كلها بنتكلم فقد ايه بقى اه على الجر الاماني الارقام الرسمية العربية على دينو اه امتين وخمسين ويل يعني بتتكلم في سابع يعني اكتير اه امتين وثمانين كرانك اه امتين واربعة وثمانين بالزبط اه اه حاجة اوكي وربعمية اه وربعمية نيوتن متر تورك ويل بطل صباح الفارك يا جماعة اه بزبط على ديول كلتش اه اه ديشجي ديكيو 250 اللي هو الست نقلات ايه دي الجرأة لوحيدة الجرأة كنت عايزة وات 12 درايب الربعمية نيوتن اوكي بس عجبني جدا الحوض ونضفته يعني رغيب انه هو اه موظم مم جدا طيب ايه تاني عايز تقول عايز تقول الحاجات اه انا شايفين الانتركولر المتاح اتنين ونص المرحلة اللي جاية ان شاء الله يعني هنجوف حاس انا اكتر في بروجيكت تاني ايه بس لازم تتقلب اه 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 طيب واحدة من الحاجات برضو اللي كانت معروفة في الجيل ده في الجولف انه هم قدموا فيها الهالدكس فور الاودي كتبتستخدمه فانتو بس طبعا ده موتور جولف فايل فلاازم تستعمل الهالدكس بتاع الجيل قصة كميرة اوي تعالوا نشوف الماثكت والشاكمان ونسمع الصوت كمان بس حبعد اوي طيب احنا واقفين عند ما يسمى بالبزنس اند بتاع العربية اولا في عندك الماثكت ورا زي ما انتو شايفينها لها المنظم بتاعها وليها السويتش بتاعها السويتش ازرق ماشي مع العربية مش فاضل غير ويفتحه خلاص بجد مش ممكن يعني مبزول مجهود كمان يعني في كل التفاصيل ان ما تبقاش عارفين الناس كتير قاية لما بتاع العربيات بتسيب كل الكابلات شكلها مدهول والتبلوم دهول وكل حاجة مش حلوة لا هنا مهتمين بالنظافة كمان فدي اكتر حاجة عجباني زي ما انتو شايفين التفاصيل بتاعها قداما بالنظافة كمان تعالوا نسمع حصوص الشاكمان وانا حجب بعيد قاية انا ما اقوم في بعيد قاية اقوم بلي دور وامرير الله وزي ما سمعته يا جماعة العربية صوتها ولأ وانت ما كنتش دايس قوي اه كان خايف على وداي العربية فيها داون بايب وستريت بايب ما فيش اي حاجة بتشيل الصوت هنشوف تجربت القيادة هتبقى غالباً صامتة كونيقس هاتش هيسمع تعالوا نجرب العربية بص جلما احنا هنسوق العربية في الاول حتة هنتكلم فيها عشان الصوت يبقى باسموع انت عامل كمان كويلوبرز كويلوبرز مزبوط والدم وراء والدم وراء العربية احد اوي ودي ممكن واحدة من الانتقادات اللي كانت موجهة للجولف فور انها كانت عربية كده اي سوقتها مريحة بزيادة وفقدت الهوية اوي كتير اتضايقت من الجولف فور بعد الثري لانها كانت طرية خالص لكن انتو ظبطوها تماماً بالكويلوبرز والعجل الاعرض طبعاً ده اكيد مش كويتش بتاع العربية خالص بلا طبعاً البلووف بالف بقى بيصفر معانا جماعاً مش عارف سمعيني ولا؟ و السطل العربية عالي تماماً كده احنا من غير المثكت كمان وكده مش سبورت كده سبورت كده سبورت ولكن التنظر هو زوجة وهنا المشكلة والصوت اكتبت جدا طبعا et blanc نحن 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 رهيبة حلوة جدا عروية سريعة طبعا ما فيه الشكل بس الـ Ture Clutch عندكو بينط شوية في الاول اه 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 محتاجها الـ Wad Clutch وتزبط اوي اه بس سباتها تحسن جدا عن الـ Stock Golf طبعا عايزة فرامل كروس دريل دي العربية دي اه عايزة فرامل اجرى فراملة كويسة بس عايزة فرامل اجرى طبعا والتعليق ناشف شويتين اكيد يعني طيب كده احنا من غير هل اه شغل الماثكت السويتش جماعة السويتش بتاع الـ هاسسس ان هو يا اما عارفين أنا يجيكشن سيت بتاع الطائرة! مطيّرني انا يلي جنب السوال! تعالوا نشوف الفارق بالمات كده هيحصل ايه كده بقى الطيارة يا جماعة طيارة طيارة رهيبة والصوت رهيب جوا معادي بينكم كده في صمش فارق تمام عداد تقفل عداد تقفل اه باتين واربعين في تاري وصلنا هنشوف بدراجي ان شاء الله في التجربة التسارع بس مش هنعملها بالمات كد لعلمك في التسارع عادي عادي هنشوف طيشة بالمات كد تقلبت خالص جماعة فيها بتاع مثلا ميت حصان زيادة رهيبة ولازم رجلك على بدال البنزين تبقى اه لا تبقى مصبوطة عشان التقطيع دي ايه بالزبط لانه بيقطع كمان فممكن يخلطك فانت لازم تعرف ممكن تحس ان العربية فيها حاجة لك هي مصبوطة بس هي رجلك والدواسة في الملفات ثابتة جدا طبعا رهيبة يعني البلوة بالرهيبة تعالوا نجرب التسارع ونشوفها تعمل ايه يالا بينا طيب جماعة انا هعمل تجربة التسارع وانا اقافل المات لانه هيفرج بزيادة واخدوا بالكول العربية ديو الكلتش وما فيها لونش كنترول تعالوا نجرب ونشوف ايه يحصل لازم نحايل الازازة تمام اوكي انا حاطتها في المود المانيول وده هنجرب بي عشان مفيش ديو الكلتش مفيش لونش كنترول انا اسف ما ادارش ايه ايه بريك بوست هنشوف العالي بتاعها عامل ايه هنشوف العالي بتاعها عامل ايه وما تقدرش تقرس عليه تسع سواني العربية عالي قوي من فوق بس من تحت عشان الكلتش كمان تجربة طيب التجربة دي هنحطها في المود الرياضية السبورت مود على طوله حمسك يا دوبك رجلي بالرجل الشمال شوية على الفرامل عشان ما تهرب مرضو شايفين بيقطع ايه اين كنت تبقى احسن شوية تمانية تمانية عشرين رجلي على اخر خالص رجلي على اخر خالص طيب فاكر قلتلك ايه قبل ما نجرب وانا لما جردت طالع صغيرة كده قلتلك هي تمانية يا تمانية تمانية وعشرين الكلاتش بي نط جامد اوي فبيضيع يمكن على southeast اكت事 لكسه محتاجة هي الواد كلاتش وتطبعاً لو في يا و stood ومعها السلطس للعربية هتتكلم في ممممممم ممكن تنزل لتحط السبع المطور حلو اوي لو كنت عملت التجربة بالماثكيت كانت الطرق على الجير بوكس كان ضيعه بالذات في الطلعة يعني فالماذكت عنيف جدا الماذكت ده انت تفتحه انت بتجري العربية طبعا ما فيش شك انها فايقة جدا وهي بتجري اطلع بس من الاول وسرعة الطيارة هي عايزة ايه هي عايزة اول ويل درايف هالديكس بس كده تبقى شكرا لك العربية انا اصدق الارقام واسوا قيتها حلوة جدا انا عارفي ممكن تكون الصوت كان عالي اوه في حتة بتاع التسجيل السواء لان طبعا الصوت كهو طبيعي عطلتك قاعد على الشاكمان نفسه يعني مع الموتور كده فاهمين لذيذة قوي التجربة بس صوت العربية حماسي جدا برضو مفيه الشك ام بتياجري وثابتها يعني انتو عدلتو عالجول فور تماما تماما مفيه شكل عربية فعلا نيت فور سبيد وتحية ليك وللوالد ربنا فيكس عجبكم بالكلام ده عملوا لايك والسبسكرايب واشكرواهم جدا سلام اشتركوا في القناة